يعني بعض الملاحظات السريعة جدا على مباراة الأمس حدثنا اليوم مع الكاتب الصحفي الكبير لأستاذ إبراهيم حجازية يكون منصب على مباراة الأمس والهزيمة غير المتوقعة والصادمة الكبيرة بعدد وافر من الأهداف 5-0 لساندانس بطل جنوب أفريقي أمام الأهل المصري بطل طبعا والأكثر تتويجا على والنادي اللي بينافس دائما أبدا وفي الصدارة في الكثير من الفترات على مستوى العالم كله في الأنديال أكثر تتويجا بالبطولات فضلا عن مكانته وصدرته والريادة على المستوى الأفريقي في المنافسات وحجم الألقاب والبطولات الجمهور إحنا مدركين تماما له كامل الحق في الغضب والحزن بعد الأداء وشكل الفريق ونتيجة هذه المباراة اللي بكرر أنها صادمة لكل المتابعين لهذا اللقاء سواء كانوا أهلوية أو غير أهلوية سواء كانوا بيشجعوا الأهلي من منطلق حتى أنه بيمثل كرة المصرية لا يمثل جمهور الأهلي فقط في المنافسات الدولية أو كان لهم سبب آخر خلاهم ضد الأهلي في هذه المباراة وهي أمور طبعا إحنا بنشوف أنها بعيدة عن المنطق وعن طبيعة الأمور لأن إحنا دايما مع كل فريق بيمثل الكرة المصرية ما فيه منافسات خارج مصر أو على المستوى الدولي مع فرق غير مصرية فيه ملاحظتين فنيتين حبدأ بيهم مع حضرتك وأترك المجال لأستاذنا وأستاذ إبراهيم حجازي لتحليل هذه الأمور وده كان متفق ولا مختلف معايا في النقاط دي أعتقد أنه أكبر مشكلتين في هذه المباراة فنيا أنها كانت مباراة مفتوحة بلغة كرة القدم وأنه سانداونز كان طول الوقت وريب جدا من منطقة جزاءه من مرمى النادي الأهلي وأحرز الكثير من الأهداف وده كان بيدي فرصة كبيرة لنجمنا بإمكاناتهم وجهازنا الفني بإمكاناته في تعديل الأمور حتى لو خرجنا خسرانين لمباراة دي ولكن نخسر خمسة اثنين أو خمسة ثلاثة حتى هدف واحد كان ممكن يخلي الأمور أسهل في مباراة العودة رغم أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم وهنتكلم عن الفرص الممكنة في اللقاء القادم الأمر الثاني كان هل كان ممكن تغيير التاكتكس أو طريقة تعامل الجهاز الفني ولا صارت المدير الفني خطيئا مع المباراة بعد تقدم سانداونز بهدفين نظيفين في الشوت الأول هل كان ممكن يلجأ إلى التنظيم والتكتل الدفاعي والبوزاشن أو الاستحواذ واستهلاك وقت المباراة في شوتها الثاني بالتمرير الكثير وطبعا خبرات لعبينا تسمح بدأ وهل ده كان هيضيع الفرصة على المنافس المتقلق أو اللي كان في أحسن حالاته في هذا اللقاء سانداونز إنه ما يحرص عدد أو يعزز أهدافه بأهداف أكثر وكانت أيضا الأمور تبقى أسهل علينا لو كان السكور أقل في المباراة